اشتركوا في القناة الخامس كما تنشوفوا في الصورة يعني لها المقرر هذا وغنشوفوا اول موضوع اول نصف هد مقرر هذا هنشوفوا هذي يعني في بيلاد الحروف اذا نتكلموا على واحد القصة خيالية شئا ما ولكن عدى واحد المعنى فيما يخص بناء الحروف يعني كيفاش ان الحروف تتلاقى باش تتعطينا واحد المعنى واحد الفهم معين بحيط اننا اللي اخذينا كل حرف ببعدو ما غيرتين حتى شي معنى اذا نحن طب هذي الحالد النص اللي غنشوفوه هو عبارة على قاسيدق يعني بويزي وبايد الفابي لالاتر سينويه لالاتر سينويه يعني ان هاد الحروف اللي موجودن في هاد البلدان اللي موجودن فيها يعني في هاد البلاد اللي خاصة بالحروف اذا هاد اللي يتخمالهم سينويه سينويه لو فرب سينويه او لو فرب انويه بعد اول لول لو فرب انويه هي انك تزعج شخصا مثلا اذا انويه كلكا انك تزعجوه انك تغضبوه اذا هاد اللي لاتخدو ماشي هم اللي ازعجو شئا اخر او شخصا اخر او كائنا اخر بل هم الذين كانوا منزعجين اذا لالاتر سينويه كما تنشوفونا اللي فرب انويه راكين فلا بارفي يعني انهم كانوا منزعجين غير واخصنا نفرقو بين هاد اللي فرب انويه كين اللي فرب انويه كين اللي فرب انويه فمثلا هذا هذا استル فرب انويه ماشي عنده ايهنق الا كانت ايهنق تتولي الفرب انويه اذا انتم STEM كما سمتنشوفوا الصرف دياله هنا هذا انويه المعنى دياله هو انك انك تغمير مكانا بالماء مثلا او انهم تنتكلموا البحرotzين او من هو يغمير واحد المكان بالماء او مثلا واحد الحفرق انك تملئها بالماء اذا انрь تستعمل هاد اللي فرب انويه أو مثلاً إنوندي يعني إنوندي أن الإنونداسي يعني الفياضان أنك تجعل واحد الفياضان معين في واحد المكان بينما في الصرف ديال إنوية إحنا غنشوفها بينما في الفيعل ديال يعني في فيعل سنوية كما تنشوفه كما قلنا بأنها هي أنك تزعج شخصاً أو تزعج كائناً ما ولكن عدنا هنا لفيرب سنوية أن الفيعل يقع على هذا كل السيجي على الفاعل أن الفيعل توقع على الفاعل إذن أنا جمانوية يعني أنني تنقول إحنا أنت برزت أنا أنت برزت الآن جمانوية يعني الآن يعني أنا في البرزان يعني أنني مونزعيج الآن نجرع ألا يعني عندما في تنوية ألا سنوية نجرع ألقد سنوية مونزعيج الآن نجرع ألا أقري نجرع أل Single تنوية الا خلال سنوية نحن مونزعيج والمونزعيج سنوية ألا خلال إذن هذا بصفة عام هذا هو الفيرب اللي عندنا موجود في هذه القطعة وهذا هو الفيرب السنوي وهذا هو الصرف لياله وخاصة أنهم هما بستعملون في لمبارفي لمبارفي يعني أنهم لمبارفي كما تنشوفوه اللي ترمينيزوا لينقدروا نزيدوا لهذا الفيرب هذا هما هذي A-E-S, A-E-S, A-E-T, E-O-N-S, E-E-Z, A-E, E-N-T هذو ما ليالترمينيزوا لتنزيدوا غيروا أيضا بنسبة للفيرب أنوي والفيرب السنوي أيضا كان واحد الفرق وهو في الباسي كومبوزي في الباسي كومبوزي في الفيرب أنوي تستعملوا لأن هذا الشخص هو الذي يزعج أو هذا الشيء هو الذي يزعج أو ذلك الكائن هو الذي يزعج يعني شخصا آخر أو كائنا آخر إلى آخره يعني أن هذ المسألة الإنزعاج يعني لا تقع على الشخص يعني الإنزعاج كما تنقوله ب يعني هذ الفعل هذا يجي من فعل يقدر يجي من واحد المصدر اللي هو لينوي إذن فهذا كلمة إينوي لينوي ليوانو ماسكيلا هي المصدر ديال الفعل إنويي إذن هذ الإنوي اللي جي من هذا الفعل هذا إنويي أو سينويي يعني عندنا جوج للحالات في هذا الفعل هذا أولا في الحال التي تستعمل على أفواغ فالشي تسمى أفواغ هي أنك تقوم بهذا الفعل اللي تطبقه على مفعول بها يعني على شيء آخر أو على كائن آخر بينما سينويي أن الفعل يقع على الفاعل هذي كشش نستعمل هنا لكسيليار اتر جمسوي انويي تتي انويي إيل سيت انويي نو نصوم انويي بوفو زيت انويي إل سو صان انويي إذن كان فرق هذي معروفة حتى في الاستعمالة ديال لكسيليار اتر لكسيليار افوار راح نشفنا فهد العالة يعني أن فاش يكون عندنا الباسي كومبوزير يعني في متى يكون عندنا أن الفعل غيتطبق على شخص آخر يعني أنك تتستعمل لفواغ فاش يكون الفعل غيتطبق على الشخص على إذن لحساب المعنى اللي غيوصل لنا هذي الفعل إذا كان هذي الفرب انويي يعني كان يخصوني أنا فأنا اللذي كنت منزعجا يعني أنا اللي كنت مبرزط إذا نش غنديره هنديره جمسوي انويي تيتي انويي أنت منزعج إل سي تينويي يعني هو منزعج لأل سي تينويي يعني هي كانت منزعجة وفي الماضي ولكن أنا اللذي أزعجته شخصاً إذا نقوله جي انويي كلكا تي انويي كلكا يعني أنت أزعج داني مثلاً تي ما انويي يعني أنت أزعج داني إلا انويي كلكا يعني هو أزعج شخصاً أل أ انويي كلكا أل أ انويي كلكا يعني هي أزعجت شخصاً ولكن الفعل اللي عندنا الآن هو جمسوي انويي يعني أنني كنتم منزعجين تيت انويي ننصوم انويي نحن كنا منزعجين وفوزيت انويي أنتم كنتم منزعجين إل سوصان تانويي يعني هم أو أل سوصان تانويي يعني هنك كنك منزعجات يعني بها الحال اللي عندنا إل سوصان انويي يعني هم كانوا منزعجين إلا آخرة إذا أبيد الفاضي للاتر سنوييي أن هاد الحروف يعني كانت كانت منزعجة وهذا ولي كنك من فعل ينويوي ليهو الضاجار ليهو الضيق أو الانزعاج إلى آخرة إذا أبيد الفاضي يعني في بلاد الحروف لا تخسنويي يعني أن الحروف كانت منزعجة كانت قلقة شاكين كل واحدة شاكه بالنسبة للمذكر يعني كل واحد كل واحدين يعني شاكه شاكين يعني كل واحدة دانسان كوا يعني كل واحدة في زاويتها لكوا هو الزاوية لكوا هنا بالعربية الزاوية يعني مؤناتا بالفرنسي مذكر ما جلسكا تنقوله لكوا دانسان كوا إنيتيل إنيتيل تنقوله إيتيل يعني نافع تنزيدو إي أن تتولي إنيتيل يعني غير نافعة غير هي هنا رها جمع لأننا تنتكلمو على عدة حروف إذن تنتكلمو على حرف واحد أو على شخص واحد أو على شيء واحد نقوله بأنه إنيتيل يعني بأنه غير نافع يعني ليست له منفعة يعني ما تنفع فوالو إذن هنا هاد الحروف هادم اللي كان كل واحدة بوحدها كانت كانوا غير نافعين يعني لا ينفعون بشيء إيل نصافي كفاغ يعني هن لا يعرف نسل فرب صافواغ إيل نصافي كفاغ ماذا يفعلون غير يذي كفاغ فاغ ماذا فعل ولكن بالمعنى حسب الريتم الفرنسي أننا نحس بهذا المعنى بأنه ماذا يفعلون ولكن ما كناش هدي يفعلون يعني إيل فاغ ماذا كفاغ يعني نورمال مخصوم يديروا ذي أو أنت باش نعرفوا ذي كيف يفعلون ولكن ما غد جيناش في الكلام ماذا لأن الفرنسية هكذا إيل نصافي كفاغ لا يعرفون ماذا يفعلون هاد فاغ تترجيب حلد كأنها اسم ولكن ورافعل في الأصل إذا إل نصافي كفاغ يعني هن هن لا يعرف نق إل صافي يعني يعرف نق إل نصافي إل نصافي ببا يعني لا يعرف نق إل نصافي ببا أكوى فاغ مثلا إل نصافي كدير يعني لا يعرفنا أيضا بنفس طريقة إل نصافي إل نصافي يعني لا يعرفنا ماذا يقول إل نصافي كدير نفس الشكل يعني هذا الدير غرافل إنفينيتيف يعني غير مصرف بحلوح الفاغ ما أنجور يعني ولكن وحد اليوم في يومين ما ما أنجور لأ يعني وحد اليوم عدنا أولا لأ يعني هاد الحرف أ لأ يعني حرف أ لأي حرف إ مالهم ماذا واقع لهم سورنконتر سورنконتر سورنконتري يعني التاقة رنконتري كيلك يعني أنك تلتاقي كلا شخصا ما نقدر نعوضها كخوزي كخوزي أنك تلتاقي يعني رنконتري كيلك أنك تلتاقي شخص مثل تقول جاي رنконتري أحمد يعني ألتاقيت أحمد ولكن شنو هنا سورنконتري يعني هي التي التاقت يعني لأ التاقت بعضها إذن استعملنا رنقم لأنهم كل هذه الحرف التاقت مع بعضها كل حرفي من هذه الحرف التاقة بال آخرين يعني علتقوا بالما بينهم سورن countries سورنكون دونflows سورننا يعني هادلentially سورن MIDI تواحد الحرف grease ذا اللي هو PRONO كما نستعمل أذاء PRONO مع هادل fuss �� debts سورن挑 يعني التاقوا isas езде يعني ماشي كل واحد يلتاقع مثلا قد نقوله رنكوانتر مثلا ولا كباش نقوله رنكوانتر لأ 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 يرنكوانتر لأ 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 يعني هاد الفيعل تختصر هاد المسائل كله إذا ما يلتاقعوش ماذا واقع هناك تنشوف هناك هنا يعني بأن الكلام هناك أمر واقعت او ديغتال يعني ما قلنا هنق هنق قلنا انسامبل يعني مجموعة هاد الكلمات هتبقى في هات الشكل غير هيا الاحساب كشنو الكلام اللي جات فيه قدري يقول لك الاستاد بنيفو انسامبل يعني تعالوا وكلكم اذا تستعمل هاد الانسامبل انسامبل تتقدر جي من ناعه التاني كلمات كلمات دانسامبل دانسامبل يعني عالي العموم يعني بالمجمل تتقدر تقول دانسامبل وتكمل الكلام ديليك يعني بالمجمل وتقول الفكرة ديليك اذا تقدر تعني لنا هاد المعنى تقدر تعني لنا مثلا مجمع ساكنة تتقدر تقدر في الرياضيات عاوتي تتقدر تتكلم على المجموعة يعني واحد الانسامبل اق مثلا يعني مجموعة اق يعني صفة عامة ولكن المعنى اللي عدنا هناك هو انسامبل يعني في نفس الوقت او معا يعني او دير تيل انسامبل يعني قلنا معا يعني في نفس الوقت او مجموعين يعني كلهم قالوا هذا الكلام اذا او دير تيل يعني او او هاد الكلمة او بالفرنسية نعرفها هي لوق هو الماء اذا كما نلاحظ ان او هو او عندما اذا قلنا او فانت لن تفهم ماذا المعنى واذا قلنا او انت لن تفهم يعني ما المعنى الذي تريد ان تقوله واذا قال لك احد اي انت لن تفهم بطبيعة الحال ماذا يريد ان يقول ولكن بمجرد ان يلتاق الحروف الثلاث وكلهن ناطقنا او اذا هنا سيقع امر اخر سنرى ثم او سيكس كلامير لزوتخ يعني شكونوا ما لزوتخ هي او و اش اذا هاد او اش من اللي تلاقوا وجوجه اش خلقوا لنا خلقوا لنا او أو تنعرف هاد أو تستعمل لتعجوب هاد اكشف استعملنا له برب سيكس كلامر سيكس كلامر سيه البرب سيكس كلامير إذن لفرب سيكس كلامير اذا مفاجistry جممكن شوفو هنا هودزا مستعمل في الباسي سيمبل اليها بان писلك في بوا lin though words إذن جميكس كلمات لتكس كلمات إلسيكس كلمات إلسيكس كلمام بوفو زكس كلمات إلسيكس كلمات غير وللإشارة بوحد المختصر أن الباسي سامبل هو نوع من الماضي بحلو بحل الباسي كومبوزي إلأ أخيري وما بينهبين هذا الماضي بشكل التنفيذ وتقتل من هنا ما بينهبينه لأن أكس البسرعة تقاعدوا عن ساعة الهو ساعة حولvenir النهار. ايدان اشنو? ايدان واحد اللحظة معينة. وقع واحد اللي تلاقى وتكلموا كلهم مجموعين. وصاحب هاد الكلمة اللي قلنا. ايدان هانا توقع التعجب. ايدان كما تلاحظو هنا بان هاد الاكسيون وقعها كانت بغيف. يعني تتكون بغيف وتتكون ديست. اشوفي يعني اشوفي يعني كملت. يعني تتكون يعني يعني ما يميزو هذي بطبيعة الحالية مدام ماضي يعني انها كملت. ولكن ان هاده هزت في اللحظة معينة قصيرة. وغدي نشوفو عدو استعمالات اخرى. ممكن نشوفوها من بعد. ايدان ملي تلاقو هاد ال اه ال اي. اش قالو رينا. نطقو قالو او ديغ تالا انسانبل يعني قلنا جميعا. او سيكس كلامين لزوتر. او تاني او يعني كلمة تعجب. ادي اه ادات دي التعجب. يعني يتعجبنك الاخريات. تعجبنك الاخريات. يعني في الماضي. طب هاد الحال. بعد السرعة. تعجبنك. يعني تعجبنك. لزوتر يعني الاخريات. تنقدروا تقولو احتلي لزوتر يعني الاخرين. ولكن هنا المقصود هما هاد الحروف. والحرف تنعرفو احنا بالفرنسية راتنقولو لالتخ يعني مؤنت. هيدين غنستعملو هنا لزوتر يعني الاخريات. لسه. 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 حرف اي. مالهم. بوسيغ. يعني. اه. دافعنك. الوفير بوسي. هو دافعك. ولكن مش المعنى ديلا الدفع. بالياد. كما هو اصلا انتي تستعمل هاد الفعل. ممكن تستعمل فيه. او فجر بعد حالات. اذا بوسيغ يعني انهم صارخنا. يعني دافعنا ماذا. كأنهن. يعني دافعنا بصوتهن شيئا. وهذا الشيء هو الصيح. صيح عنك خي. هي الصيحة. يعني دار واحد الغوتق. يعني واحد الصيحة. صيح. يعني انهم دافعنا بصيح. يعني انهن قمنا بصيح. ولكن بالفرنسيين اعبر عنه بهذا الفعل. دافعك. يعني انك عندما تلقبت الصيح وكأنك تدفعوه ليضربك في اسماعي السامعين مثلا. اذا. يل بصير. لوي بصير. انكري. اذا. لصي. لوي بصير. انكري. يعني انهن دافعنا صيحة. ايضا. مادم تكلمنا على البرب بصير. تنشوفونا. فالباسي السامبل كما هو مصرف. تنقول جو بصير. تي بصير. تي بصير. اي بصير. نو بصام. و بصات. اي بصير. يعني بحال اللي ترمي نزون دير لورب. سكس كلامي. اذا. عندما التقت هذي الحروف مع بعضيها. اذا. اول حاجة. سمعنا. او. يعني انكري. يعني انهم دافعنا بصيحة. سين. كيل افي كومبخي. يعني. هاد الشي اللي سمعنا من اللغول. او. او. لكري. هادو كلهم. مادا يعني هادا. يعني بانه سين. سين هو اشارة. انسين مقصود بها هو الصيحة. او الدلالة. يعني هاد دلالة على ان هم مادا. او انها اشارة على مادا. بانهم. بان هن. بان هن فاهمنا. كيل افي كومبخي. كما تلاحظو هنا عنه جيدنا. بان لدينا لكيفية د English علم فاهمنا لان او وحتى هو ماضي ولكن غالباً تيجينا مع PASI COMPOSIT أو مع PASI SAMPLE إذاً لنفترض بأن هذا هو قد الزمن عندنا نقق وبأننا نقق وقعت أشياء في الماضي وبأننا نحن موجوداً في هذا الوقت هذا هنا المستقبل يعني هذا الوقت ما زال ما وقعش إذاً مدام أننا نتكلم على هذه الحروب بأنها تكلمت هنا في هذه اللحظة ولكن بعدما تكلمت وتعجبت وصحنا إلى آخر هذه اللحظة يعني هن فاهمنا قبل ذلك كنا قد فاهمنا ثم بعد ذلك صحنا فلا يصيح بأننا نقول بأنهم صحنا قبل أن يفهمنا هن فاهمنا ثم صحنا ولكن في التكست كما تلاحظوا إذا التكست هنا تتكلم بأنهن قلنا بأنهن تعجبنا وبأنهن صرخنا ولكن شنو يعني إشارة بأنهن فاهمنا إذا فاهمنا في أي وقت فاهمنا قبل ذلك في هذه اللحظة إذا هن صرخنا هنا وفاهمنا قبل ذلك إذا مدام إحنا نتكلم على الماضي هنا وقدرنا الباسي السامبل إذا باش نعبره على هذا عش نديره لتن ديره للباسي السامبل ما يمكنش لأننا درنا الباسي السامبل يعني أنهن فاهمه وصلحه في نفس الوقت وهذا ما يمكنش ولكنهن فاهمنا بعد تفكير تم صارخنا إذا شنو؟ نستعملو البلسكوب بارفي هنفين تجل تلعب هذا هو الضور دي البلسكوب بارفي بأننا نستعملو البلسكوب بارفي باش نعبرو على الماضي ولكن بأن هذا الماضي رقبل واحد الماضي أخر تنتكلمو عليه هذا هو المعنى دي البلسكوب بارفي هنفين تستعملوه إذا هنق هاد لوكخي الاخيري هاد الإكسكلاماسيون الاخيري هادو مالهم سين إشارة دلالة بأنهن يعني بأن الحروف هاد يكمبي بأنهن فاهمنا أستنسي كتو أكومنسي وهكذا وهكذا من هنا الكل بدأ هذه المعنى تقريبا أستنسي كتو أكومنسي وهكذا بأن الكل قد بدأ وهكذا بأن الكل بدأ أو وهكذا أن الكل قد بدأ إذا ما الذي قد بدأ يعني هاد الحروف عندما التقت مع بعضها وأعطت هذه الأصوات وأعطت هذه المعاني ما هو الأمر الذي قد بدأ بالطبيعة الحال هناك العلوم هناك الكتابة هناك الكلمات وهناك الكلام وهناك النصوص وهناك يعني جميع المعارف الإنسانية التي إن باتقت من هذه الحروف يعني هذاك شيء استعملنا يعني الكل يعني كل هذه الأمور التي تعلمها الإنسان من هنا قد بدأت بطبيعة الحالية مسائل رمزية فقط الإنسان هو الذي اكتشف هذه الحروف هو الذي عبرنا والدليل على ذلك أن كثير من الحروف الآن موجودة في العالم وكثير من اللغات طرق كثيرة تعبر عن هذه المعارف بطبيعة الحال كلها تعود هذه الكتابة وهذه الحروف ممكن أن تكون حروف أخرى وهذه الحروف تعبر عن المعارف التي توصلها إليها الإنسان السيطان سيكوتو أكومنسي إذن هذه القطعة الشعرية هي لجاك لفون فرنسي بشهور يعني كما تلاحظون له قطاع أخرى كما تلاحظون سيمو السيلو إلى آخره عنده قطاع مون كارتابل لكول يعني الشعر فرنسي معروف إذن باختصار هذه القطعة ستتكلم لنا على الحروف بأنهم كانوا في واحد البلاد وبأنهم كانت كل واحدة قشاة القندية وبأنهم مستطعوا يعملوا بأنهم كانوا منزعيجين تشوفوا روصا بأنهم منافعين في والو ولكن في واحد لقيته أنهم اجتامعوا وخلقوا لنا هذه الأصوات اللي تنعرفوا حاليا مثلا وهكذا يعني هذا تبيلين بأنه في واحد صيغة تعليمية بأن الحروف اللي تنضيفوا على بعضياتها هكذا تعطينا واحد للمعنق مؤين وهكذا بأن هاد الحروف فاهمه بأنهم خاصوا يتجمعوا باش يعطى واحد صور هي في الحقيقة مش هما اللي يفاهمه الإنسان اللي تيتعلم هو اللي يفهم في الحقيقة ولكن هما أعطوا لك واحد صيغة بطريقة غير مباشرة بأن ذوك الحروف اللي يفهمه هي في الحقيقة الإنسان نحن في أول تعليم ديالنا مثلا في أي شخص مثلا تيكون يتعلم تيقدر يعرف كل الحرف وشمال معنى دياله ولكن لو قيت اللي تي يعرف يلاقي بيناتهم هنا فنت تتولي عنده الفرحة بأنه لا تستطيع يقرأ بأنه يستطيع الآن فكاق يعني الغاز الكثير من الحروب بأن الخطوة الأولى كانت ناجعة إلى آخره شكرا شكرا